أهمية حماية جزر الكنيس وتطوير السياحة البيئية بها موضوع ورشة العمل والمائدة المستديرة التي نظمتها جمعي التواصل الأجيال بالاشتراك مع عديد الأطراف المتداخلة في هذا المشروع الذي انطلق منذ سبتمبر 12 و2000 نحن الورشة هيفي اسمها ورشة تقييم نصف المسار يعني شمعنا؟ يعني المشروع بدأ في الانجاز منذ مدة واليوم وصلنا لاشتر المدة امتهاء انجازه ومناها من المفروض اللي عملنا اشتر متعالي يجب ان يتعمل طبعا قلنا نعملوا وقفة تأمل باش نشوفوا أولا أش وقع انجازه؟ كيفاش وقع الانجاز هدايا؟ شنو ما النجاحات اللي وصلنا لها في الانجازات هذية؟ شنو ما زادت كذلك المشاكل اللي تعرضنا لها؟ والصعوبات اللي ربما خلتنا موصلنا شي باش نقوم ببعض الأشياء اللي كان من المفروض نقوم بيها في الوقت هذا وطبعا نقايموا أولا أداءنا يعني كل تقييم ذاتي تقييم ذاتي وفي التقييم الذاتي دايما وابدا ثم نظرة استشرفية للمستقبل كيفاش باش نحسنوا دوم الشركاء بكلهم هوني ببعضنا باش نشوفوا كيفاش نزيدوا ندعموا هالشركة منابين أولا النسج الجمعياتي اللي هو مسؤول على المشروع طرف الممول من ناحية وكذلك مبثين الإدارة والإدارة وكذلك الأهالي إدارة الغابت والوكالة الوطنية لتهيئة الشريط الساحلي والإدارة الجهوية للصيد البحري وإدارة أخرى ساهمت كل من موقعها في إنجاح هذا المشروع بالإضافة إلى طرف ممول وهو الصندوق العالمي للبيئة الإدارة بالطبيعة ديما ديما تكون طرف فاعل بالنسبة للعمل مع الجمعيات بالطبيعة مع الجمعيات تكون تساهم معناها في جانب من الجوانب دائما الإداري تساهل الأمور الإدارية يندرج في إطار تعريف بالجزر وتثمين المنتوج الطبيعي هذي الهيبة اللي معطاها ربي للمنطقة باش نعرفوا بها وباش دائما نحاولوا استقطاب المزيد من المشاريع في إطار مشروع حماية وتهيئة حماية الثروات البحرية والساحلية لخليج قبس وهي كموقع نموذجي عملت الأبالة أربع براج مراقبة أو مراسد للطيور وفي إطار المقاربة الشركية كانت ديما تتعامل مع الجمعيات ومنها الجمعيات تواصل الأجيال وشاركنا في جل الأنشطة اللي قامت بها في منطقة الخويلة لتثمين هذه الخصائص الإيكولوجية دور المجتمع المدني دور متميز وفعال في المساهمة في مثل هذه المشاريع البيئية خاصة الجمعيات المختصة في هذا المجل بالنسبة للجمعيات تساهم في هذا المشروع خاصة في عدة أجزاء خاصة منها عنصر التنوع البيولوجي وحماية الطيور ومنظومة الطيور بهذا المشروع هذا يتطلب أن يكون هناك مسارات لكي الناس يجيوا وتفرجوا على الطيور هذا عنصر تختص به الجمعية هناك أيضا الجمعيات أيضا تقوم بدوار أخرى خاصة تشارك بالطبع في كل ما هي حملات تحسيسية قمنا شاركنا في جل الحملات التحسيسية بالنسبة لهذا المشروع في إطار مشروع الحماية جزر الكنيس أصبحت الجزر موضوع دراسات علمية وجامعية تهدف إلى تخزين كل المعطيات المتعلقة بالمحمية الطبيعية وتجسيدها فيما بعد في شكل مشاريع عمل موسى تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أهمية الثروات الطبيعية التي تحتوي عليها جزر الكنيس خاصة الثروات البحرية هو لتروح في نفس السياق الماجستير قمنا في الماجستير بزيارات ميدانية لأخذ عينات بحرية وقمنا بإبراز ما تحتوي هذه الجزر من خيرات بحرية تعتبر جمعية التواصل الأجيال من بين الجمعيات التي دخلت في العمل المتاعي بالإذاء هي سندتني في عونتني في الزيارات الميدانية التي قمت بها المشروع المتاعي هو بحث دراسي حول بعض النباتات الموجودة في محمية الكنيس وهو لتثمين هذه النباتات لإستغلالها طبيعا المشروع هذه أنا بديت فيها تقريبا سنة كاملة للوصول إلى نتائج معينا ثم يمكن استغلال هذه النتائج لإستعمالها في بحوث أخرى جزر الكنيس تلك المحمية الطبيعية منذ 93 وتسعمائة وألف التي أهلها تنوعها البيولوجي بأن تكون منطقة متمتعة بحماية خاصة في المتوسط ومرسمة على قائمة رمسار منذ سبعة وألفين يمكن بتضافر جهود الأطراف الموجودة أن تلتقي بمستوى السياحة البيئية بها وبالتالي نمط عيش سكانها اشتركوا في القناة